هل في حد من البنات عايز يسأل تفضلي؟ فضلتك دلوقتي انتشرت في السوشيال ميديا والدكاترة كلها بيعملوا حاجة اسمها تحديد جنوع جنين زكر أو أنسى هل ده أصلا حلال شرعاً ولا ده إيه؟ أحلال لأنه كان قديماً يتم هذا ولكن ليس بنسبة 100% فيقول للست كلي أنواع الطعام الفلانية يكون ذكراً وإذا أكلت أنواع الطعام العلانية يكون أنثى ويقول أنه في الأوقات الفلانية في الشهر القمري يكون ذكراً أو كذا يكون أنثى فهو التشوف ومحاولة اختيار نوع الجنين لا شيء فيه الآن هي بتتم ميكروسكوبياً يعني أنه بيعزل المؤدي إلى الذكورة أو المؤدي إلى الأنوثة لكن الله غالب على أمره لو أراد الله سبحانه وتعالى للذكر أن يكون أنثى هيخلق أنثى وهنقول ساعتها ده الطب غلط غلط في التطبيق فمراد الله في النهاية شيء والاختيار البشري ممكن أفعله شيء آخر